الى اخبار الاقتصاد حيث تعتزم وزارة الطاقة مراجعة اسعار بيع الكهرباء في السودان واشار وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن لوجود خلل فني في طريقة حساب الكهرباء والتعرفة الحالية لانها اعدت قبل سنوات وقال خيري ان التعرفة كانت بحاجة لوضع الكثير من المعايير ونوها وزير الطاقة الى ان الخلل الفنية في التعرفة سبب عجزا كبيرا لا يمكن تغطيته حاليا من دون مساعدة الدولة وتعمل الوزارة على اصلاحه مع وضع معايير الاستمرار في عدم بل في دعم الشرائح الضعيفة بسعر مخفض واكد استمرار دعم القطاع الزراعي واكد خيري استمرار العمل لاستكمال محطة قري 3 بطاقة انتاج 530 ميجاوات وهناك جهود جيدة مبذولة من قبلهم لتشييد الوحدتين الاولى والثانية والتي تأخرى تشغلهما نتيجة لجائحة فيروس كورونا اشتركوا في القناة